حياكم الله جميعا معكم الأستاذ زكي الشعلة الآن في هذا التمرين يذكر أنه قارن بين الكسرين ما بين ثلاثة على أربعة واثنين على خمسة كثير من الطلاب والطالبات أنه ما بيعرف المقارنة هناك طريقة سهلة جدا الطريقة السهلة أني أروح أضرب مقص أروح أضرب خمسة ضرب ثلاثة الجواب يصير خمسة عشر وهنا أربعة ضرب اثنين الجواب ثمانية نلاحظ أن الخمسة عشر هو أكبر من العدد ثمانية إذن ثلاثة على أربعة هو أكبر من اثنين على خمسة إذن نضرب مقص نقول ثلاثة ضرب خمسة الجواب يصير خمسة عشر واثنين ضرب أربعة الجواب ثمانية نلاحظ أن الخمسة عشر أكبر من الثمانية إذن العدد ثلاثة على أربعة إذن ثلاثة على أربعة أكبر من اثنين على خمسة حياكم الله جميعا نعطيكم العافية والصحة والسلامة تحيات الأستاذ زكي الشعلى